خلينا نتكلم بقى عن موسماني وما بعد مباراة سانداونز زي ما انتم شفتوا كده فريق قوي فريق مميز عنده مجموعة من اللعيبة المميزة بيلعبوا كرة حلوة وبالتالي عندهم لعيبة يعني عندهم القدرة على التهديف عندهم لعيبة القدرة على ماسك الكرة وزي ما احنا شفنا كده الفريق وبالتالي موسماني بيطلب التعاقد مع المهاجم الخاص بسانداونز شالوليل ولا شالوليل او شالوليل طبعا ده لعب نميبي وموجود فيه الفريق سانداونز وبالتالي هو اللي احرز الهدف لعب مميز لعب قوي ولكن في الاو في الاخر يعني واضح ان سانداونز كل اللي هما ممكن يكون تباحهم او لعبوا معاه او بمرانهم حابب ان هو يبقوا معاه ايضا كمان في فريق النادي الاهلي نقطة بيرستاو نقطة مكسوني كان احد افراد برضو اللعبين اللي كانوا متواجدين معاه وبالتالي يعني ان هو يجيب برضو هذا اللعب لنادي الاهلي اه هو لعب كويس وبالتالي هو بيبقى وعنده ثقة في اللعبين ان ممكن يكون كانوا تحت تدريبه قبل كده كنا بنتكلم على اللعب احمد عاطف لعب فيوتشر ولعب مميز وموجود في الملعب زي ما انت شفتوا في الفترة فاتت في المباراة الكبيرة سواء مع الاهلي او الزمالك او حتى في المباراة الاخرى في الدوري الممتاز ان اللعب ده معار من فريق ودي دجل الفريق فيوتشر وهنا كلام كتر في الفترة اخيرة عن النادي الاهلي عايزه ونادي الزمالك عايزه والاندية الكبيرة عايزاه وهنا فيوتشر بيفكر بشكل طبعا استثماري اكتر وتفعيل بند الشراء لهذا اللعب اللي بيصل ل 12 مليون جنيه في يعني تفعيل البند دي يدفع 12 مليون جنيه فيوتشر وبالتالي يحصل فريق فيوتشر على اللعب بشكل رسمي ونهائي وهنا يقدر يبيعه فيوتشر لأحد الاندية اللي موجودة واللي طلبها هل هو النادي الاهلي ولا هل هو نادي زمالك وهل النادي الاهلي في حاجة للاعب ممكن يكون بنفس مصفات لعيبة عنده في التوقيت ده خصوصا انت بتفكر لان انا عندي خبر اخر خاص بصلاح محسن فيه تفكير في الاستغناء عن صلاح محسن في الفترة جاية نظرا لكسرة الاصابات بالنسبة للعب وبالتالي احد الحلول بالنسبة له لما يجيب لعب يجيب لعب صغير في السن لان بنتكلم احمد عاطف لعيب عنده سنه 23 سنة وبالتالي لعب صغير ويقدر يستفاد منه المدة طويلة حتى لو بشكل استثماري اكتر لان هو يقدر اللعب يجي يبان بشكل جيد ويبيعه بعد كده في حاجات كتير جدا جوه الادارات بالتفكير فيها بتبقى موجودة ان انت مش شرط ان انا استفاد منه فقط ان انا استفاد وبيعه بعد فترة من الفترة طوالتالي فيوتشر بيفعل بند شراء احمد عاطف نظرا للطلبات النادي الاهلي والانديك كبير عن هذا اللعب في نفس الاطار خبر خاص بصلاح محسن طبعا احنا كان موجود على الشاشة حالا بان التفكير موجود في لجنة التخطيط وقدرت النادي الاهلي بالاستغناء عنه في الفترة القادمة نظرا للاصابات المتكررة والامور الخاصة بصلاح محسن عارفين طبعا ان محمد هاني اتصاب في مباراة بيرامتز كريم فؤاد اتصاب في مباراة ساند هونز وبالتالي الجابهة اليومنا وقبلهم اكرم طفيق طبعا نتمنى له الشفا اللي بيقوم دلوقتي بعملية التأهيل في قطر جابها اليومنا دلوقتي بالكامل فيها مشكلة حتى الان في مباراة المريخ مين هيبقى باكرايت حتى الان مش عارفين تفكير موجود ان المسلمين عايز يجاهز محمد هاني اللي حتى للغاية دلوقتي الدكتور احمد ابو عبلا مداش قرار قوي في وجود محمد هاني في المباراة القادمة نتمنى طبعا يكون خف ويرجع بشكل طبيعي لكن لو الجابها دي كلها مصابة فالتفكير هيكون في مين اقربهم هيكون محمد عبد المنعم هو اللي هيكون متواجد في المنطقة دي او حسين الشحات الماتش اللي فات لعب طهر محمد طهر ونزل مكان كريم فؤاد ولكن طهر مواصفاته مختلفة شوية وبالتالي محمد عبد المنعم او حسين الشحات اللي ممكن يقوموا بالدور ده لو مجهز محمد هاني وفي نفس الوقت كريم فؤاد اصابته ما يقدرش يلعب في الماتش الجاي هو ده اللي هيكون الاقرب بالنسبة ليه موسيبيني موسيبيني